بسم الله الرحمن الرحيم اسمي غير عبد الستار تدريسي في كلية التقنية يوم نحن اخذ محاضرة عن البي اش دي ال عن مهية البي اش دي ال طبع المحاضرة هتتقوم بمحاور محور اول اول شي مثال اول شي خير يقول اه مقدمة اشن هي البي اش دي ال والمرحلة الثانية البرامج المستخدمة الحالية في البي اش دي ال ورح ناخذ مثال ايضا بسيط عن كيفية اه تصميم بالبي اش دي ال اولا البي اش دي ال هي شنون يعني البي اش دي ال هي اختصار لفيري هاي اه اه هاردوير دسكريبشن لعمويتش يعني لو توصف الكيان المادي بمعنى انه انا اوصف الكيان اللي من ناحية ادخال والاخراج وكذلك السيستم اللي داخل احنا عندنا بالهندسة اوتبوت سيستم فى حتى اوصف هذا كهاردوير كشيب ها لازم 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 عندي ادخال واخراج وسيستم انا اوصفه بالطريقة اللي انا اريده برمجيه صوفتويريه صوفتويريه اوصفه بالطريقة اللي انا اريده لذلك ظهرت هاي لغة البي اش دي اه اه طيب واحد احنا قللي اوكا عندنا مثلا خينا اخذ مثال بسيط مثلا عندنا انا اي او بي واوت هاي كيف اوصفها لغة البي اش دي او تتكون من ثلاث نقاط اساسية اول شيء اول شيء اللابراني اللابراني كل لغة برمجيه لابد بها اللابرانيز اللي هي اه اللابرانيز هي خلينا نقول اللي يوصف اللي توصف الاعازات لسما انت فائد مكتبة ما تقدر انت ما تعرف وين الكتاب اللي تستخدمه لما تعرف عنه مرف فانت كأنه انت حتى تستخدم هذه الاعازات لابد بها كومبايلرز هاي كومبايلرز توصلها انت من خلال اللابرانيز اذا اللابراني عمارة عن مترجمات كأنه انت تتحدث لغة الحاسوب عن طريقة فانت كدر انت تتحكي مع واحدة ايش نبي لما عندك لغة الترجمة فاللغة بها اعازات هي اعازات عن طريق اللابرانيز فهو الشيء اللابرانيز ثانيا الانتتي ثالثا الاركتكتر الانتتي هو ادخال واخراج السيستم والاركتكتر كيف فسيتصرف السيستم يعني مثلا اذا اخذنا هاي الانت قيت عندنا اللابراني هيتش اعتيادية لابرانيز ايش هي دائما المحروفة في الانتتي عندنا بتعامل مع ايو بي كبتات واوت كبت اوت ايو بي كادخالات واوت كاخراج اوكي اوت كاخراج اذا الانتتي عرفناها هي هذا الادخال والاخراج انتتي سيكون صرف السيستم الشيء الصرفين راح يتصرف على اساس انه هو انغيت ايز صرف على اساس انه هو انغيت لذلك حتى اوصف الانغيت اول شيء اول شيء لايبرايز عرفوا اللابرانيز اللابرانيز اتقل اسطاندار العالمي و اسطانداري شريح اللاجئك هذا ستاندار عالمي اوكي بالنسبة نسمى الانتتي مالتنا circuit مثلا او نسميها اسم ما موجود داخل ال VHDL نسمي اي اسم لكن هذا اسم شرط ما موجود باعازات ال VHDL موجود داخل اعازات ال VHDL انت يحصل لك مشكلة نحن نيجي على البورت البورتات اللي ستدخل ويخرج هي A و B A و B ف ال A و B b و ال Out бан بحجول مرتفع نحن 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 قم بشكل مرتفع لكن نحن نستعمل مع ال VHDL الانتاء الداخل نعم لديك اما ال VHDL تتعامل على مستوى logic افضل و احسن من ناحية السرعة لكن ما بدأنا انك تفهم الانتتي هي عبارة عن الاخراج مال الدائرة الاركيتكتشور من اسمها اكيتكتشور اكيتكتشور بهيفير اوف الاسم مال الانتتي اللي هو السيركت طبعا اسم الانتتي سيقوم بتصرف الانتتيب مالي هل هي ان هل هي اور؟ اي شي راح تتصرفه الانتتيب مالي اني راح انطلق من خلاله الى التصميم فهي الـ VHDL حتى نحن نعرفها يعني هي عبارة عن لغة وصف الكيان المادي تبني هال Latin Expressという linguistics أنا عندي chip بها input and output أنا أوصفها بالطريقة اللي أنا أريدها إلى الإنتύتي الطريق الإنتيتي من الإموت والأوصف والاركيتكتشور شرحت السرف هذه هذا الخطيف هل ستسرر an or multiplayer shifter أي شيء على المستوى البعيد إذا من أخ laur & gate يقول لك 내�oret I. medical use DOM Quellic بشكل كبير جدا. زين. فبرا نوعين قيت عندي عندي ادخالين. and صاحبة ادخالين. ويخراج. والout اقل من او يساوي. هاي مكان يساوي اقل من او يساوي. and a and b. حتى اخرج اليدخال. اذا هذا مثال بسيط على استخدام بيشتياط. طبعا رح نيجي نطبق المثال امامكم وقدام عينكم وبالتايميك مالتو. في المحاضر القادم ان شاء الله. هسا مبدئيا بس مجرد اللي عينك تفهمه. انت عندك VHD او عندك ثلاث شغلات. او ان شاء الله اللابري. تعريف اللابري واستدارات ما نتهم. ثاني شيء الانتتي. اللي هو الانبوت والاوتوت ما للشيب. واخيرا وليس اخرا الاركيتكتر وهو كيفي تصرف الشيب بناء على الانبوت الداخلها. كيفي تصرف الشيب رح تسلك الشيب بناء على الانبوت وشي بشغلها. هو الاركيتكتر او المعمارية مال الدائرة. اه لذلك اللابري طبعا داخل اللابري هي ما بس انو تعرفها بها بها باكيج وبها فونكشن وبها كل تهاي الامور ناخله في مستويات المتقدمة. مبدئيا بشكل بسيط كل اللي ريدنا ايدك تعرفوا هو انه لايبوري اه اول شي عندنا ثلاث اقسام لايبوري وانتيتي واركيتكتر اللي هي المعمارية مال الدائرة طبعا ستاندرد لوجيك اه عن البت اين اخلنا بعدين بس استم ببدئيا كمحاضرة اليوم اذا طلعنا باخراج هو اخراج انه البي اج دي العبارة عن ثلاثة اقسام الولابري والانتيتي والاركيتكتر. وشكرا التقيكم في محاضرة تطبيقية ان شاء الله نبدي تطبق في المحاضرة السابقة والمقادمة ان شاء الله. شكرا. اشتركوا في القناة